السلام عليكم انا زنوبيا مغداد راح احب بكم قناتي زنوبيا حبيت اليوم اسوي لكم ريفيو عن هايلايتر لوريال تروماتش تابعوا اياي الريبيو حتى تتعرفون على الهايلايتر اني طلعت هذا الهايلايتر فيديو مشترياتي الاخير راح اترك الفيديو بالايكاب حتى ترجعو له سعره 14 الف دينار يعني طلع تقريبا 11 دولار طبعا راح تلاحظون انه اني صابغة هنا على الاطراف لانه هنانا يصير بيه مثل المراية وهنانا من جو همين مثل المراية العاكسة فحبيت انه اخلص من هذا الانعكاس الهايلايتر يجي بيه تقسيمات اللي يكون هذا اللون يعني هذا واضح قدامكم هنانا اللون ينتي شوية على وردي وهذا اللون اللي هو شوية على بني بالبداية راح احتي عن طريقة اختيار الهايلايتر او خلينا نقول ملاحظات عن اختيار الهايلايتر بالشكل الصحيح وبعدين راح نسوي عن لوريال ترو موتش الطريقة الصحيحة الاختيار درجة الهايلايتر هي انه لون الهايلايتر يندمج مع لون الفونديشن وتظهر بس اللمعة على الوجه طبعا اكو هواية درجات الهايلايتر موجودة بالاسواق فخلي نقول انه انا دخلت لي الكوزماتيك او المحل شفت هذه الدرجات بصورة منفردة وحبيت اختار فالمفروض اختار درجة الهايلايتر اللي تندمج مع لون الفونديشن اللي هي تكون هذه وبالنهاية راح تبين بس اللمعة فهذه الدرجة الصحيحة انواع الهايلايتر الموجودة بالاسواق هي تكون نوع القوي اللي ينطي اضاءة قوية وهذا طبعا يصلح للناس اللي ما عندهم مشاكل بالبشرة فراح يكون يعني مناسب اللي هو اما النوع اللي ينطي اضاءة خافتة او ناعمة هذا للناس اللي عندهم مشاكل للبشرة العفو عندهم مشاكل البشرة او حفر او تصبغات بالبشرة فهذه النوعيات من الهايلايتر اللي مثل هذا لوريال تروماتش سراحة تشيركم عنه هذا ينطي فد اضاءة خافتة للبشرة او ناعمة بحيث انه متبين اللي متعكس مشاكل البشرة فهذا بالنسبة الى الهايلايتر طبعا هو يجي بعدة اشكال الهايلايتر يجي سائل يجي اقلام هسا موجودة بالاسواق عدة اشكال من الهايلايتر يعني اما يجي علبة منفردة او يجي على شكل بالت ايشادو او يجي سنجل ايشادو او تجي الانواع التقليد الموجودة بالاسواق فراح اراويكم اني عندي هذا هذا النوع التقليد الموجود من ماريلو سراح اراويكم الدرجة مالته وعندي هذا البالت هذا البالت قديم بهايلايتر او العفو الايشادو بيعني لمعة سراح اراويكم هذا الايشادو بلمعة هذه هذه اللمعة مالته واضحة جدا انا ما استعمله هذا شوف هذه اللي عمالته فهذا الايشادو يصلح انه انت تستخدمينه كهايلايتر او انه او انه او انه تجي هذا الهايلايتر المفرد انا كنت استخدم كاتريس الايشادو المفرد سعره 7000 دينار هذا ينطيني الاضاءة الناعمة الخافة اللي اريدها وشكله كلش حلو لكن انا خلص عندي ما موجود او استخدمت هذا هميا اللي يكون تقليد ماريلو سراح اراويكم الدرجة مالته هايا درجته تقليد ماريلو وطبعا يشتغل كهايلايتر والدرجة حلوة او لكن هذا الهايلايتر التقليد عيبه انه هو ما يبقى ما يبقى على البشرة ما يثبت على البشرة فهذا عيب الهايلايتر التقليد او بالنسبة لهذا الهايلايتر هذا الهايلايتر من L'Oreal True Match اللي عجبني بيه هو انه بيه تقسيمات يعني مثلا هذا اللون وهذا اللون اللي هو شوية مثل البلشر وهذا اللون اللي هو مثل اللون البرونزر فممكن انه اخلط الالوان ينطيني لون او ممكن استعمل كل لون على صفحة اللي اسوي انه استعمل هذا اللون كهايلايتر وهذا استخدمه كبلشر وهذا على البرونزر هزا راح اراويكم سواج للهايلايتر طبعا هذا الهايلايتر هو ينطي اضاء ناعمة او خافتة لانه اي بشرطي بيه مشاكل فما احب انه اخذ هايلايتر قوي يبين او يبرز عيوب البشرة الشي ثاني اللي بهذا الهايلايتر انه يصلح للناس اللي يكونون يعني يعدهم طلع الصبح للدوام للوظيفة موظفات طالبات هذا حلو كلش ملائم جدا لانه هو ما راح يبين قوي على البشرة بحيث يعني تبين كأنما لمبة مش تعلق على الوجه لا راح يكون مناسب للدوام واحنا قلنا مناسب للناس اللي يعدهم مشاكل واكو ناس ما يحبون المكياج القوي يعني اكو بنات تحب تخلي المكياج خفيف وناعم فهذا الهايلايتر مناسب إليه إذا تحب أن ينطي نظاره وحلو هو كهايلايتر طبعا سأراويكم السواتش إليه هذا هو حلو وينطي إضاءة ناعمة وناعمة خافتة وناعمة للبشرة وما يبرز عيوب البشرة وهذا بالنسبة إلى اللون الوردي اللي به أتمنى أن يكون واضح لأنه شوية هو مو واضح يعني شوية هو هذا اللون الثاني ما عرف وين أخلي نانا أعتقد واضح هذا هسه فهذا بالنسبة إلى لوريال تروماش إحنا قلنا هذا مناسب للناس اللي يعدهم دوام اللي يحبون الإضاءة الخافتة اللي يعدهم مشاكل من البشرة هذا هو الهايلايتر كلش حلو أحبه ثباته على البشرة يبقى فترة أربع ساعات وبعدين يختفي يعني هذا هو استعمالي إلا أنا أتمنى أنه الريبيو اليوم يكون عجبكم وتستفادون من الملاحظات اللي قلتها اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الإشعارات اعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو تابعوني على مواقع التواصل الظهر على الشاشة أمامكم تحياتي لكم وشكراً اشتركوا في القناة